موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مجهز إخباري من قناة المرافضون أهلا بكم نددت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان صادر عنها بالهجوم على فندق راديسونبلو وسط العاصمة المالية عفوا باماكو كما أعلنت تضامنها مع الحكومة والشعب الماليين ودعت الخارجية الموريتانية في البيان الصادر عنها إلى مضاعفة الجهود لمواجهة خطر الإرهاب الذي قالت إنه بات يهدد الجميع من ناحية الأخرى دان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الهجوم على فندق راديسون كما أعلنت تضامن مع ذوي الضحايا وطالب المنتدى في بيان صادر عنه بتكاتف الجهود في وجه الإرهاب الذي قال إنه بات من أخطر التحديات الأمنية التي تواجه بلدان المنطقة من ناحية الأخرى أعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا حالة الطوارئ لمدة عشرة أيام في مختلف المدن المالية كما أعلن الحداد على ضحايا الهجوم على فندق راديسون بلو بالعاصمة باماكو والذين تجاوز عددهم العشرين وكان كيتا قد قطع زيارته لاتشاد للمشاركة في قمة مجموعة دول الساحل حول التحديات الأمنية يوم أمس وذلك بسبب الهجوم المسلحي على فندق راديسون بباماكو أخيرا في هذا المجزي تحتفل دول العالم في العشرين من شهر نوفمبر كل عام باليوم العالمي للطفل الذي أقرته الأمم المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي وقد نظمت هيئات حقوقية في نواكشوت يوما تحسيسيا في ذكرى عيد الطفل يهدف إلى مؤازرة الأطفال ضحايا الانتهاكات يمكنكم مشاهدين متابعة هذا المجزي وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة السادسة نشرة إخبارية بحول الله دمتم في أمان الله اشتركوا في القناة